اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا وطنيا ولا دوليا كيف ممكن وانت ايضا دكتور في القانون الدولي كيف ممكن تكلموا على هذه الجرائم الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني هو من المؤكد على ان الكيان الصهيوني يزيف التاريخ ويبدأ كرونولوجية جرائمه منذ 7 اكتوبر محاولا على قلب الجدالية واعتبار على ان كيانه الغاشم تعرض لهجمة من طرف الشعب الفلسطيني ولكن الحقيقة هي انه القضية ابتدأت من 1947 و48 بل اكتر من ذلك هذا قرن من 1915 بل اكتر بميليشيات ارهابية صهيونية اتت لأرض فلسطين وهجرت الشعب الفلسطيني واقامت دولة مجرمة وارهابية تغتالها الشعب الفلسطيني واليوم 7 اكتوبر نعيش جرائم حرب وما وقع في 7 اكتوبر على خلاف ما يقوله الكيان الصهيوني هو محطة او حلقة من حلقات المقاومة ولعل حق الشعب في تقرير مصيرها ولعل حق الشعب في المقاومة والمقاومة منها المسلحة والمدنية والديبلوماسية والسياسية وحق المشروع مكفول من طرف القانون الدولي والمنظمات الدولية والكيان الصهيوني يحب حكمه انه عضو في منظمة الأمم المتحدة يعرف ذلك جيدا وان القضية الفلسطينية مدرجة في اللجان المتعلقة بتصفية الاستعمار ومدرجة في كل المنظمة الدولية يئما كدولة يئما كمراقب يئما كعضو يئما فالكفاح المسلح بالنسبة لشعبين معترف به دوليا انه شعب تحت الاستعمار هذا حق المكفول من طرف القانون الدولي ولعل اكبر مدافع على الكيان الصهيوني اللي هو القوة عالمية الولايات المتحدة الأمريكية في دستورها في المداجوج من دستور الأمريكي تكفل للشعوب التي تعرف اضطهادا رسميا من طرف دولة معينة انها تحميل السلاح فهذا يعني تكفله لشعبها الشعب الأمريكي فكيف ان تحرم الشعب الفلسطيني من الحق في المقاومة ومنها المقاومة المسلحة لانه المقاومة المسلحة ليست عبتا وقاومة المسلحة أمام ماذا؟ أمام اغتصاب المسلح من طرف جيش إرهابي لكيان إرهابي معروف ومنبوض من طرف المجتمع الدولي والضمير الضمير الإنساني والوعي الجماعي الدولي نعم من خلال انتقلوا أيضا الشأن الوطني من برهدا وأنت أيضا كما قلنا عضو هيئة المحام جزائة المحام بالريفاق المشرفة على الانتهاء كيف ممكن نقولوا وكيف مرت هذه الولاية بتحدياتها وإكرهاتها وكانت عندكم مجموعة من المحطات النضالية التي كنت في عمق وفي الصميم نعم سدي مونير هذه الولاية ليست ك سابقاتها هذه الولاية في ثلاث سنوات لاحظنا على أن الجهاز التنفيذي مر بخلفيته الإيديولوجيا النيوليبرالية مر إلى السرعة القصوى في الإجهاز على سلطة المضادة اسمها الدفاع والمحامات كيف أولا بعدوان اقتصادي عدوان اقتصادي ينضاف على الاعتداءات الاقتصادية الأخرى أو من خلال الضريبة الضريبة التي تنضاف إلى الاعتداءات الأخرى باستباحة مهنة المحامات في المنافسة الغير المشروعة للمهن المجاورة في المنافسة الغير المشروعة للمكاتب الدولية في المنافسة الغير المشروعة المتعلقة ببعض الاحتكارات التي تضعف الجسم المهني داخليا لأن هذا الإغراق الاقتصادي ما المراد منه المراد منه هو إضعاف رسالة الدفاع كونها سلطة تأثيرية بديلة على السلطة الأتمارية وضمير هذه السلطة الاعتمارية وحامية للمجتمع بالنسبة للشطط والاستبداد لهذه السلطة الاعتمارية كانت تنفيذية أو قضائية من جهة أخرى هناك الاعتداء الشريعي لما نفتحس القوانين التي أتت في هذه الولاية قوانين المتعلقة بالمسطرة المدنية قوانين المهنة قوانين المسطرة الجنائية كلها تصب في عنوان واحد ألا وهو تقليص مجال عمل المحامي تقليص مجال حماية وحصانة المحامي والمحامات فذلك اعتداء على مهنة الدفاع والمراض منه طبعا هو هدف سياسي الهدف السياسي هو توسيع رقعة السلطة لدى الأجهزة الانفيذية والقضائية وكذلك التشريعية أمام سلطة تأثيرية وهي سلطة الدفاع لا يمكننا أن نتصور مجلس أعلى للسلطة القضائية بدون وجود الدفاع في وجود على عكس ذلك وجود نيابة العامة حاضرة في هذه الهندزة فعلى الهيئات اليوم أن تكون قوية داخليا لكي تكون قوية أمام الفرقاء وهدفنا طبعا هو الموازنة ما بين الأجنحة أجنحة العدالة وذلك في خدمة البلد وفي خدمة الشعب لحماية هذه المجتمع وكذلك لحماية الدولة من كل تأثيرات سلبية أمريكا أقول لأستاذ دكتور بن جلوني إنت قليس تدخل الدفاع هل فعلا أننا أمام سلطة الدفاع متنورة حاضرة في هموم الشعب الملاحظة أن نهيئة الدفاع نقول الجلوني ولكن مشكلة من أغلبية قساة على معيشها اليومي في نهاية القوة المحامين كيف لم نعرفه قبل أكيد لأن هناك عمل المحامي هو من عمل القضاء لما غرف جنائية تدخل بخمسمائة وستمائة ميلف لما جلسات بحوت فيها ميلفات متعددة لما قاضي يحكم ميلف في سبع دقائق لما ميلف يناقش في خمس دقائق بمعنى نحن في التصنيع القضائي ولسنا في قضاء عادل متحكم في ذاته يحكم بعقله وذلك منصوص عليه في القانون المنظم لمهان القضاء على أن القضاء يحكم متجرد من أي تأثير لعل من تأثيرات السلبية هو هذا الضغط المهاني وحتى في جغرافية المحاكم اكتضاد في بعض المكاتب وكذا فهذا له تأثير على السير العادي للجلسات وعلى كذلك الأحكام رغم أن يكون الدفاع يعني جيدا ويعطي كل ما لديه من أجل صناعة عدالة متميزة ومتنورة وعادلة بين الناس فهذا يعني مؤتل لذلك هو الموضوع منظومة نعم الدفاع لديه لديه مشاكله داتية مشاكله الداخلية ولذلك علينا أن نركز على المسائل المتعلقة بالمنافسة الغير المشروعة وحماية الدفاع اقتصاديا كما علينا أن نركز على المسائل المتعلقة بالتكوين الأصيل والتكوين الأساسي والتكوين المستمر المنفتح على العلماء والمنفتح على التقنيات الجديدة والمنفتح على الفقه والاجتهاد القانوني العلمي المتنور لذلك هذه الأوراش هذه الأوراش هي المدخل الأساسي لإصلاح العدالة فهي مسألة جدلية مرتبطة ما بين العوامل الداخلية لمهنة المحامات والسير العام للعدالة وكذلك هناك حيز من الفساد داخل القطاع كما أنه يضرب كل القطاعات وهذا يعني ضاهرة جزء من المجتمع وضائرة عالمية ولكن التقرير الأخير لهيئة النزاهة أعطت خمس درجات تراجعا للمغرب وهذا طبعا ضروري أن نجتهد فيه كلنا لذلك فللمحامات أن تكون في مكانتها مكانتها أولا دستورية ومكانتها داخل منظومة القضائية لا يمكننا أن نعتبر على أن المحامات مهنة من المهن القانونية كما جاء في المشروع القانون المحدث لمعهد تكوين بتكنو بوليس بسالة فنعمينا قانونية لكن المحامي ليس قانونجي المحامي هو جزء من العداء هو ضمير أولا ضمير متحرك ضمير يؤثر على قول الحق ويؤثر على الفيصل بين الناس ويؤثر على التحكيم بين الناس لذلك مكاننا مؤسساتيا هو بين فرقاء القضاء بمعنى من داخل المجلس الأعلى للسلطة قضائية تانيا هو أن يكون له حماية وحصانة دستورية كي نتقدم تونس مصر إسبانيا دول أخرى فيها المحامات للمحامات حصانة دستورية كما الحصانة الدبلوماسية لديبلوماسيين لكي يكون للمجتمع للمجتمع ضامن لسلمه المدني ألا وهو العدالة كنت تكلم عن قوة المحامات كمنبارو كمشعل أيضا عدد من القيم للتحرم كاللاحظة بأن هذه الولاية دخلت بجزء منها الكوفيد وآثاري الاجتماعية على عدد من المحامين اجتماعي طبعا وأيضا حتى على مستوى تعامل مع قضايا مستجدة هذه الولاية البعض كي يعتبرها من أسوأ الولايات نظر للتشرذم وإنقسام الذي وقع داخل الولاية أكبر الولاية هذه الداربة إذا خرجت من الجمعية في نظركم كيفاش الهيئة لا على صعيد المجلس ولا على صعيد المكتب دي الجمعية كيفاش دبر هذه الاختلالات وهذه الأمور هذه كلها دائما في أي تدافع هناك أسباب داخلية وأسباب خارجية وأسباب موضوعية الذي خلق أو هو مسؤول على الأزمة هو الحكومة أو الحكم في هجمته على المحامين ابتدأت الأخ مونير من مسألة كوفيد لنتذكر مسألة كوفيد أو محطة كوفيد كيف أن دستور 2011 ضرب في مقتل للمبدأ الدستوري العالمي وهو فصل الصلاة فكيف كان للسلطة القضائية أن توقع دورية مع الحكومة ومن والنيابة العامة ما معنى أن النيابة العامة والسلطة القضائية يوقعون دورية تولاتية مع الحكومة من أجل ماذا؟ من أجل منع الدفاع والمحامين للولوج إلى المحاكم وقصور العدالة من أجل مزاولة مهامهم المشروع والانتصار إلى رسالة الدفاع كيف أن لمحامي المحصن بمعاهدة هذا نوع بمعاهدة دولية يمنع من تفتيش نظريا أن يفتش وأن تطلب منه بطاقة التلقيح من من ليس لتله الصفاء في المطالبة بذلك فكان خرقا دستوريا فضيعا أخاف المغاربة وأرعب المحامون ولكن الحمد لله صمد المحامون من خلال التشبت بالمبدأ ومن خلال سلطتهم تأتيرية هيئات ونقباء ومجالس وجمعيات عمومية أمام هذه الفضيعة الدستورية وتغلبنا عليها الحمد ومن تم بدأت يعني لكوداك سيليغاسيو بدأت تلك السرعة القصوى نلمسها في إرادة إرادة السلطة في الإجهاز على سلطة سيرية على سلطة المحامات من كورونا من بعض تصريحات من ضربة من تشريعات من الانتحان كذا يعني واحد الجو عالمي من حيث عفوا من حيث السمعي البصاري نتذكر أن بعض المسلسلات الرمضانية الرديئة كانت لديها هدف ليس بعبتي وليس بصدفة وليس يعني تهدف المحامات استهدفوا المعلمين في التمانينات بالنكتة والسخرية وكذا الفقيد لم يهدي المنزرة قال على أن من يريد أن يحطم حضارة معينة يحطم التعليم وبعد ذلك مروا الأسسيد الجمعيين حاولوا كذلك مع الإعلام مع الصحافة والآن يحاولون مع المحامات هذا خطر على البلد لأن المحامات أو هيئة المحامين هي التي تضمن وليع الجميع على أن هي التي تضمن الاستمرار هي لما تكون هناك أزمة لقد ضر الله دستورية أو سياسية معينة لماذا؟ لأنهم هم حاملوا المشعل بماذا؟ بقوة القانون أولا لأن هناك قوانين تعطي لهذه الهيئات الصلاحية والمهام الكافية من أجل ضمان هذه الاستمرارية وكذلك المشروعية التاريخية والأخلاقية والعلمية لدى السيدات والسادة المحامون نعم هناك بعض المشاكل الداخلية كما جميع القطاعات ولكن الحمد لله الوعي الجماعي يجعل أن المحامات لا زالت بخير وبذليل إذا ابتدأ التاريخ من بداية هذه الولاية لعل المحطة التي عرفتها المحامات من كورونا إلى اليوم فهي محطة جد مشرفة توحي على أن الوعي الجماعي للمحامين لا زال قائما ولا زال سليما ولله الحمد نعم هذا الوعي الجماعي وجهها حاضر الآن خلال تتبعك لحملة انتخابية مشاغل في الرباط وكيف عدد من المدن ربما كناس انتهت فيها لنتاج الانتخابات وأفرازت قيادة جديدة ربما بشكل نهائي يعني بشكل مفصل ولكن عدد من المكاتب عدد من الهيئة باقي ما جرادش انتخابات في نظرك وشهد الهم الجماعي وهذا الهم النضال حاضر في نقاش مهاني عندكم محمد ما بين محاسن هذه الولاية هو استرجاع المحامات واستفافها حول خطها النضال الأصيل حول وعيها الجماعي الأصيل حاولوا معها بزيف الوعي والمسروعيات حاولوا خلق صراع ما بين الأجياء لا دو شباب مندفعون كده كده لا دو شيوخ كده كده حاولوا ما بين النوع لا احنا عندنا الغرض بالنساء لا ماشي بالرجال لا بكده حاولوا مع السياسي والمهاني لا احنا ما عندنا مندلوا بالسياسي لا دو الخبزي لا كده لا إلى خيره حاولوا بكل الطرق أن يحوروا الرسالة الكونية للدفاع ولكن ما نعيشه اليوم وخاصة في هذه الولاية أن تظل المشروعية المضالية والكفاءة هي الفيصل بين المحامين ولعل الهبة والربيع المهاني الذي حصل في هيئة مكناس لما استطاعت هيئة مكناس أن تخرج من صمتها وأن تغير من مواردها وأن يدخل كذلك القضاء على الخط في إنصاف الزملاء منهم المالكي والأستاذ خليد العدلي بإلغاء القرارات التي حاولت الإجهاز على حق على الحق كفول لديهم في التعبير ف لنرجع ولو تاني للتاريخ لما كانت المعارضة ضد النظام في السينات والسبعينات والدولة المغربية تطرقت لذلك من خلال تجربة الإنصف والمصالحة لما كانت صراع المشروعيات حول من سيحكم في الدولة كان المغفور له الحسن الثاني يمنح لخيرة وكبار معارضيه أن يزاول مهنة المحامات لكي يكون هناك توازن بين الصلاة ولكي يحمي معارضيه ويسمح لهم بالتعبير في إطار معيان ويسمح لهم بصون عائلاتهم ومع الحديث على كلام الحديث على مواضيع كبيرة ألا وهي المجال سيسي للدستور وتغيير أو تبديل النظام وإلى آخره فما عهدنا على أن مجالس المحامين تخرج قرارات ضد الزميلات والزملاء بمجرد أخذ كلمة في انتقاد ممارسة يومية لنقيب من حيث التدبير العادي للهيئات فهذا كان يعني من خلال أو من دخل هذه الولاية كانت النقطة التي أفضت الكأس وزملائنا و نحن معهم وهناك كانت هناك طالعة مهنية ضحت بالغالي والنفيس من أجل مواقفها وليست مواقف ذاتية هي مواقف بنية على مشروعية علمية وحس سياسي ومن يقول الاندفاع ومن يتكلم عن تهور ومن يتكلم عن تشبيب حكم أنه لمدة 40 و35 سنة لم يقدم ولا كأس ماء لهذه الهيئات ف اليوم هذا الحص النضالي وهذا النضالي انتصر في مكناس وأكيد سينتصر في الهيئات الأخرى ونحن طبعا مستمرون من أجل نصرة رسالة الدفاع ليس من باب شوفينيا أو خلاه واحد الرافق في العزم قال الكوربوراتيزم أبدا من باب الدفاع للمصالح العليا للبلاد التي تحتاج موازنة بين السلط ومن أجل نصرة الدستور بنواقصه ولكن هناك مبادئ فصل السلط هناك مبادئ تشاركية نطمحه ونأمل على أن تكون المحامات في مستواها الدستوري وأن تكون المحامات وهيئات المحامين ممتلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ولما لا تغير اسمه كي نضغل الدفاع أما مسألة المهن القانونية ويدخلونا مع كذا ويخلطوا ذلك العملية ويدروا النفس معه كذا لا نحن محامون ونصيغ العذلة ونعطيها روح في أحكامها وكذا فلذلك نطلب الاحترام أما مسألة التضييق الاقتصادي والتنقيط التشريعي من أجل إفراغنا من صلاحياتنا ومن قوتنا والتحرش اليومي داخل المحاكيم ضد زملاء الشباب في قاعة الجلسات في مكاتب الإجراءات فهذا لا يليق ببلدنا وتلك التوجيهات ضد المحامين بعلا أن المحامين لديهم مشاكل داخلية فمشاكل الداخلية للمحامين هي مرتبطة بالمشاكل الداخلية للقضاء والمشاكل الداخلية للوكلاء في النيابة العامة على ذكر المشاكل الداخلية وهو السؤال التي سنختم به التي برزت مؤخرا هو المباشر الذي كان في الاجتماع الجمعي العمومي للهائة المحامين بالداخل دون الحديث عن مضمونها ولكن في نظرك هذا الأمر أو الانتخابات المهنية عندكم هل هي شأن مهني أم شأن مجتمعي في نظرك هي شأن سياسي ومهني ومجتمعي وأخلاقي وفكري في نفس الوقت لذلك اليوم مسألة ذلك الوعي المزيف الذي تسلل للمهنة الذي يحاول أن ينزع الحسي السياسي والحقوق من الدفاع عن المحامات هو حق أريد به باطل المهنة أولا مسياسة في يومياتها لما تدافع على في نزاع شغل معين أنت تنتصر للجدلية بين رأس المال والعمل لما تدافع على الطلاق أو الحق الطفل فأنت تدافع على شيء نبيل جدا فالدفاع عن الدفاع والدفاع عن رسالة المحامات وجب أن تكون هناك طاقات سياسية فجينات المحامات هي جينات سياسية هي مهنة سياسية ليس كالطب أو الهندسة أو الطبغرافية أو المنتقين أو الأخير لا الترافع على قضايا هو ترافع سياسي لأن الكل سياسي لومو بوليتيكوس بمعنى هناك لومو إيكونوميكوس الإنسان الاقتصاد أو الإنسان السياسي فهذه مهنة سياسية فهذا هذا الوعي المزيف أبطل بحراك المحامين الذي عشناه في هذه الولاية لذلك بعض الجمعيات العمومية قد يكون فيها الزخم مثل أكبر هيئة في المغربة الواهية هيئة الضربدة وهذا نندخلي ولعل الجمعيات العمومية تعطي مثلا أولا يعبأ لها من خلال الحضور لأن كما التعبئة الانتخابية يعبأ لها تكون محطة أولا سياسية وإعلامية في البلد أو في الجهة التي تشتغل فيها الهيئة وهذه التعبئة تعطي حيزا للإعلام من أجل تمرير مواقف أولا في الإصلاح الداخلي وتانيين مواقف حقوقية مجتمعية وبعد ذلك الغسيل الداخلي أن يطلب من الإعلام مثلا الانسحاب وأن يطلب من الزميلات والزملاء أن لا يصوروا النقاش الداخلي بشتايل وقعت العنف بين الأفراد العائلة داخليين يبقى الشأن داخلي والنقاش دائما يكون صحي أكيد هناك مصالح ولبيات وكذا ولكن هناك أيضا تدافع ما بين مختلف الآراء في الانتصار إلى رسالتنا الكلية وهيئة الضر البيضاء ستكون دائما هي والرباط طبعا دائما في طليعة الشأ المهاني مع الاحترام لكل هيئات التي أعطت مناضلين وأعطت مثالا في النضال اليوم هيئة مكناز أعطت 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 المثال في التغلب على المستحيل وأعطت المثال في الممكن وتحيي للزميلات والزملاء بهذه الممكنات التاريخية والاعتداء شكرا زيلا أستاذ عمر بجلل كنت معنا في برنامج ضيف وقضية مرة أخرى إن شاء الله نستطفوك وكنتمنى لك تفق مصارك مهاني مرحبا مشاهدي الكرام شكرا زيلا وإلى اللقاء في حلقة مقبلة من برنامج ضيف وقضية